الآن يتفضل الدكتور حيدر جمعة كاظم لإلقاء بحثه عن عقيدة الوقف في زمن الإمام الرضا والجواد عليهما السلام جذورها وأسبابها أهلا الدكتور الدكتور حيدر جمعة كاظم مكان العمل دائرة البحث والتطوير في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاختصاص العلمي علوم وتكنولوجيا الأرضية الشهادات الحاصل عليها ماجستير في علوم الأرضية جامعة فردوسي إيران اللقب العلمي مدرس موظف في وزارة التعليم عظم في عشرات اللجان الوزارية له عدد من الأبحاث الفكرية والثقافية الأول كتاب إشراقات معرفية من قصة يوسف عليه السلام في القرآن الكتاب الثاني مجمع الردود على كتاب وعاضي الصلاة والتحقيق وله بحث مدعي المهدوية في القرن العشرين أرقيا في مؤتمر العتبة الكاظمية المقدسة يتفضل الآن بإلقاء موجز عن بحثه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سماحة السيد أحمد الصافي المتولد الشرع العتبة العباسية المقدسة السادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حقيقة البحث هو يدور حول عقيدة الوقف في زمن الإمام الرضا والجواد عليهم السلام جذورها وأسبابها كما هو المعروف أن عقيدة الواقفية أو الوقف التي كانت في زمن الإمام الكاظم وهم الذين قالوا بإمامة الإمام الكاظم ولكن لم يكملوا سلسلة الأئمة أي إنه قالوا بأنه الإمام الكاظم هو الإمام القائم المهدي المنتظر وبالتالي أنكروا إمامة الرضا عليه السلام وبالنتيجة الأئمة من بعده عليهم السلام حقيقة جذور هذه العقيدة لا يمكن أن تكون نشأت فقط في زمن الإمام الرضا أو الإمام الكاظم عليه السلام بل نجد عدد من النصوص التي تشير إلى أن هذه العقيدة كانت لها بدايات فمثلا كان في زمن الإمام الباقر عليه السلام نجد أن هناك نصوص تشير إلى أن هناك مجموعة أيضا وقفوا على الإمام الباقر ولم يكملوا سلسلة الأئمة من بعده كما في نص موجود في كتاب الملل والنحل الشهرستاني وعدة قراءة موجودة في كتب الحديث الشيعية في كتاب الكافي وغيره ثم نأتي إلى زمن الإمام الصادق عليه السلام فنجد الطائفة المعروفة بالناوسية وهي أيضا وقفت على الإمام الصادق وادعت بأنه هو القائم المنتظر المهدي وأيضا لم يكملوا سلسلة الأئمة من بعده لكن الحقيقة أنه في زمن الإمام الكاظم عليه السلام توسعت هذه الفرقة وأخذت مديات أبعد مما في زمن الأئمة السابقين نلاحظ في زمن الأئمة السابقين كانت أفراد ممكن يكون معدودين لكن في زمن الإمام الكاظم نجد أنه توسعت إلى أشبه بفرقة مستقلة لها رواة ولها أصحاب تأليفات وحتى شملت بعض أصحاب الأئمة كجميل بن دراج والحسن بن سماعة وحقيقة نجد أن الوقف على الإمام الكاظم ذكرت له عدة أسباب أحد الأسباب الرئيسية التي تذكر أنه أوكلاء الإمام الكاظم طمعا في الأموال التي كانت عندهم أنكروا موته كعلي بن يبي حمزة البطائني وزياد بن مروان القندي لكن حقيقة هذا السبب لا يمكن أعتبره السبب الرئيس وإنما السبب الذي يمكن أن يكون منطقيا هو كثرة الأحاديث التي تنص على الإمام الكاظم من قبل الإمام الصادق بعنوان القائم حيث هناك الكثير من النصوص التي تصفه بالقائم وهذه النصوص إنما جاءت تأكيدا دون غيره من الإمام وذلك في مواجهة الفرقة الإسماعيلية والفرقة الفطحية كما نعلم أن هناك مجموعة من الشيعة دعوة الإمامة لإسماعيل بن الإمام الصادق وكذلك عبد الله الأفضح فنجد أنه الإمام الصادق هناك تأكيد على وصف الإمام الكاظم عليه السلام بالقائم إشارة إلى هذه النكتة وبمعنى القائم ليس بمعنى القائم الذي هو المهد المنتظر وإنما كل إمام يقوم بعد الإمام السابق هو قائم ولذا نجد أنه ممكن أن تكون هذه الشبهة دخلت على العديد من الشيعة فتصوروا في الإمام الكاظم عليه السلام أنه المهد المنتظر وبالتالي أنكروا إمامة الإمام الرطى والإمام الجواد وبقية الإمام بعد إضافة إلى عامل آخر مهم وهو ما ورد في علامات أو صفات الإمام القائم بأنه من صفاته السجن أنه يسجن ونرى أنه الإمام الكاظم وقعت سجن وانطبقت هذه الحالة عليه لذلك اعتبرت أو اعتبر سجن الإمام الكاظم هو أشبه بالغيبة وبالتالي طبقوا الأحاديث التي تنص على أنه للقائم غيبة على السجن الذي وقع للإمام الكاظم أما العوامل التي قام بها الإمام الكاظم والإمام الجواد عليه السلام لمواجهة هذه الفرقة هناك عدة أسباب على وجه الإختصار أولا منع الإمامين عليهم السلام الشيعة من مجالسة الواقفة أي الانقطاع عنهم اجتماعيا وبينوا الموقف الشرعي تجاههم وبالتالي إبعاد الشيعة اجتماعيا عنهم على سبيل المثال دخل محمد بن عاصم وكان من أقطاب الشيعة فقال له الإمام بلغني أنك تجالس الواقفة فقلت نعم جعلت في ذاك أجالسهم وأنا مخالف لهم فقال لا تجالسهم فإن الله عز وجل يقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره وفي رجال الكشي قال وجدت بخط جبرائيذ بن أحمد في كتابه حدثني سهل بن زياد عن محمد بن أحمد عن يوسف بن يعقوب قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام أعطي هؤلاء الذين يزعمون أن أباك حي من الزكاة شيئا قال لا تعطيهم فإنهم كفار مشركون زنادقة وأيضا في رجال الكشي عن نصور عن الإمام الجواد عليه السلام أن الزيدية والواقفة والنصاب عنده بمنزلة واحدة وأيضا هناك النصوص التي اعتبرت الواقفة من النصاب لآل محمد كما عن ابن أبي عمير عن الجواد عليه السلام في تفسير الآية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة قال نزلت النصاب والزيدية والواقفة من النصاب ثانيا توصيف الأئمة للواقفة وتشبيههم بأوصاب تنفر باقي فئات الشيعة عنهم وتبعدهم عنهم كتوصيفهم بأشفاه الحمير والكلاب الممطورة حيث روى محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري عن أبي داود قال كنت أنا وعويينة بياع القصب عند علي بن أبي حمز البطائن وكان رئيس الواقفة فسمعته يقول قال لي أبو إبراهيم عليه السلام إنما أنت وأصحابك يا علي أشفاه الحمير فقال لي عويينة أسمعت قلت أي والله لقد سمعت فقال لا والله لا أنقل إليه قدمي ما حيت وأيضا روى محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن سنان قال ذكر علي بن أبي حمزة عند الرضا عليه السلام فلعنه ثم قال إن علي بن أبي حمزة أراد أن لا يعبد الله في سمائه وأرضه فأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون ولو كره اللعين المشرق قلت المشرق قال نعم والله وإن رقم أنفه وكذلك هو في كتاب الله يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم وقد جلت فيه وفي أمثاله إنه أراد أن يطفئ نور الله ثالثا إخبار الأئمة بمستقبل هؤلاء الواقفة من الناحية الغيبية وما سيؤول إليه حالهم على سبيل المثال روى إبراهيم بن يحيى بن أبي البلاد قال قلت للرضا عليه السلام ما فعل الشقي حمزة بن بزيع قلت هو ذا هو قد قدم وقال يزعم إن أبي حي هم اليوم شكاك ولا يموتون غدا إلا على الزندقة قال صفوان فقلت فيما بيني وبين نفسي شكاك قد عرفتهم فكيف يموتون على الزندقة فما لبثنا إلا قليلا حتى بلغنا عن رجل منهم إنه قال عند موته هو كافر برب أماته قال صفوان فقلت هذا تصديق الحديث رابعا في بعض الأحيان استعمل الأمة المعجزة مع بعض من يؤمل منهم أن يرجعوا إلى الحق فروا جعفر بن محمد بن مالك عن محمد بن أبي عمير عن أحمد بن محمد بن أبي ناصف وهو من آل ميرانقة وكان يقولون بالوقف وكان على رأيهم فكاتب أبا الحسن الرضا عليه السلام وتعنت في المسائل فقال كتبت إليه كتابا وأضمرت في نفسي إني متى دخلت عليه أسأله عن ثلاث مسائل من القرآن وهي قوله تعالى أفأنت تسمع الصم أو تهدي العم وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام فأجابني عن كتابي وكتب في آخره الآيات التي أضمرتها في نفسي أن أسأله عنها ولم أذكرها ما في كتابي إليه فلما وصل الجواب أنسيت ما كنت أضمرته فقلت أي شيء هذا من جوابي ثم ذكرت أنه ما أضمرته خامسا الحجاج والنقاش مع من التبس عليه الأمر من الواقفة حيث روى الكشي أنه عن الحسين بن المختار قال لما مات موسى بن جعفر عليه السلام خرجت إلى علي بن موسى غير مؤمن بموت موسى ولا مقرا بإمامته عليه السلام إلا أن في نفسي أن أسأله وأصدقه فلما صرت إلى المدينة انتهيت إليه وهو بالصوار فاستأذنت عليه ودخلت فأدناني وألطفني وأردت أن أسأله عن أبيه عليه السلام فبادرني فقال لي يا حسين إن أردت أن ينظر الله إليك من غير حجاب وتنظر إلى الله من غير حجاب فوالي آل محمد ووالي ولي الأمر منهم قال قلت أنظر إلى الله عز وجل قال إي والله قال حسين فجزمت على موت أبيه وإمامته ثم قال لي ما أردت أن آذن لك لشدة الأمر وضيقه ولكن علمت الأمر الذي أنت عليه ثم سكت قليلاً ثم قال خبرته بأمرك قال قلت له أجل سادساً تأكيد الإمامين الرضا والجواد عليهم السلام على سلسلة الأئمة الاثني عشر حيث توجد العديد من الروايات عنهم عليهم السلام في كتب الحديث تؤكد على سلسلة الأئمة الاثني عشر فمن ذلك الحديث المعروف الذي رواه الكليني في الكافي عن أبو هاشم الجعفري عن الإمام الجواد وهو الحديث المشور المعروف بحديث الخضر وكذلك ما رؤي عن الإمام الجواد من إن أمير المؤمنين عليه السلام قال لابن عباس إن ليلة القدر في كل سنة وإنه ينزل في تلك الليلة أمر السنة ولذلك الأمر ولاة بعد رسول الله فقال ابن عباس منهم قال أنا وأحد عشر من صلبي أئمة محدثون سابعاً وأخيراً نلاحظ التأكيد من قبل الأمة الرضا والجواد عليهم السلام على أوصاف خاصة بالإمام الحج عليه السلام وبالتالي قطعوا الباب على مدعي الإمامة أو المهدوية في الإمام الكاظم عليه السلام على سبيل المثال عن أيها ابن نوح قال قلت للرطا عليه السلام إنا لنرجو أن تكون صاحب هذا الأمر وأن يرده الله إليك من غير سيف فقد بوي عليك وضربت الدراهم بإسمه فقال ما منا أحد اختلفت إليه الكتب وسئل عن المسائل وأشارت إليه الأصابع وحملت إليه الأموال إلا أقتيله أو ماته على فراشه حتى يبعث الله عز وجل رجلاً لهذا الأمر رجلاً خفي المولد والمنشأ غير خفي في نسبه وعن عبد العظيم الحسني قال قلت لمحمد بن علي بن موسى عليه السلام إني لأرجو أن تكون القائم من أهل بيت محمد الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً فقال عليه السلام يا أبا القاسم ما منا إلا وهو قائم بأمر الله وهاد إلى دين الله ولكن القائم الذي يطهر الله به الأرض من أهل الكفر والجحود ويملأه عدلاً وقسطاً هو الذي تخفى على الناس ولادته ويغيب عنهم شخصه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكراً للدكتور حيدر على هذا الملخص المفيد شكراً للمشاهدة